لا يزال الجدل دائرا بشأن رواتب الموظفين بين مجلس النواب من جهة ووزارة المالية من جهة أخرى فالوزارة التي امتنعت عن صرف الرواتب تسويغ ذلك بنقص سيولة نقدية لازمة والتي تقدر بنحو خمسة تريلونات دينار عراقي وتطالب البرلمان بالموافقة على قرض جديد لتأمين ذلك المبلغ وصرف الرواتب بينما البرلمان يرى أن الحكومة غير محقة في ذلك إذنها اقترضت بالفعل مبلغا كان من المفترض أن يؤمن صرف الرواتب لخمسة أشهر إلا أنها عجزت عن صرف مستحقات الموظفين بعد ثلاثة أشهر فقط ما يدل على أن ثم تشبهات فساد في الأمر ولسيما أن الحكومة حتى الآن لم تقدم أي إفادة للبرلمان بشأن مسارات إنفاق القرض الأول سياسة الاقتراض المستمرة ستضع العراق على حافة الهاوية بحسب ما يرى خبراء ونواب في البرلمان خصوصا أن الدين العام تجاوزت نسبته حاجز الستين في المئة من مجمل النشاط الاقتصادي في البلد مما يعني أن الناتج المحلية يواجه دينا متراكما ستعجيز عنه خزينة الدولة عن السداد وقد يصل الأمر إلى الإفلاس وانهيان النظام المالي للعراق إلا أن الأمر بحسب مراقبين لا يخلو كذلك من إخفاق حكوبي في توفير مصادر للدخل تلبي احتياجات الدولة إذ إنه في بلد كالعراقي يعتمد على إيرادات النفط ويواجه أزمات مالية متلاحقة لا يصح أن يوافق وزير النفط على تخفيض الحصة التصديرية من النفط التزاما بقرار من منظمة أوبك لا يراعي مشكلات العراقي ولا احتياجاته لينتهي الأمر ببقاء الحكومة تدور بين أمرين لا ثالث لهما الفساد والفشل